ما ان تكسر العدوان الغاشم على طرابلس حتى بدأت أسراره تتكشف شيئا فشيئا وطنيط اللثام عن المشاركين ومن كان يقف وراء نسج خيوط تحرفات شركات الموت الإقليمية والدولية التي تساعر نار الحرب في ليبيا فبعد أيام قليلة من كشف تقرير سري سلمه المحققون إلى مجلس الأمن نشر مسؤول شركة بلاكوتر سيئة السمعة إيريك بيرينز قوة من المرتزقة الأجانب مسلحة بطائرات هجومية وزوارق حربية في شرق ليبيا في ذروة معركة كبرى في عام 2019 وبعد أيام تكشف صحيفة التايمز لبريطانية في تقريرين منفصلين عن تغرط سيدة أعمال بريطانية تدعى أمانتا بيري وتعمل في دبي في خرق حظر الأسلحة إلى جانب أحد أقرب مستشاري الرئيس ترامب وهو بيرينز نفسه في مؤامرة فاشلة للمساعدة في دعم أمير الحرب الليبي خليفة حفتر وخطف أو قتل خصومه وعلى الرغم من سطوة هذه الشركات الأمنية لأن تقرير التايمز كشف في شقه الثاني إحباط مسؤول أمني بريطاني يعمل مستشارا عسكريا في الجيش الأردني خطة حفتر مع المرتزقة الغربيين لتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات الليبية المسؤول البريطاني الذي يدعى أليكس ماكنتوش عرقل تسليم ثلاث مرواحيات كوبرا اتفق المرتزقة مع الحكومة الأردنية على شرائها ودفع حفتر ثمانين مليون دولارا نقدا لإتمام الصفقة استخدام حفتر للمرتزقة الأجانب المتخصصين في عمليات تصفية لشخصيات سياسية وأمنية مؤثرة في حكومة الوفاق كشف عنه وزير الداخلية فتح بشاغة خلال العدوان على طرابلس مؤكدا قيام جهات عديدة بمحاولات اغتياله هو وآمر المنطقة العسكرية الغربية أثام جويلي